موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في برنامجكم حديث الساعة وموضوع حلقتنا مشاهدين الكرام سنتحدث فيه وسنتناول فيه موضوع الحملة الفيسبوكية ذرك ريساجة التي تحدثت عن كلامي ظاهرة الإجرام بالشارع المغربي فهل حقا هناك ارتفاع الممسوب الجريمة بالشارع المغربي وكيف تفاعلت السلطات المعنية مع هذه الظاهرة كلها نقاط وأخرى وأسئلة أخرى سنناقشها مع ضيف حلقتنا من برنامجكم حديث الساعة السلام عليكم مشاهدين الكرام مرة أخرى ومرحبا بضيفنا الدكتور رشيد جرموني أستاذ علم للشماع بجامعة المولى إسماعيل وكذا عمجموعة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية بجامعة محمد الخامس وباحث مختص في القيم والدين والتربية مرحبا بكم أستاذ مرحبا وشكرا على التعوى أكيد الآن ميرج إعلاميا أو حتى فعلا مستوى مواقع التواصل الاجتماعي هناك حملة سميت بزيرو غريساج حملة أثارت ما أثارت حتى أن هناك إصدار بلاغ من طرف المديرية العامة للأمن لتفاعلا مع هذه الحملة نريد معك دكتور يعني تعطينا إطلالة عامة على مستوى الجريمة الآن بالمغرب أولا شكرا على استضافتي في هذا البرنامج وأحييكم على اختيار هذا الموضوع راين من خلال استقراء بعض المعطيات والأرقام يتبين بأن داهرة الإجرام في المغرب هي داهرة مقرقة بحكم الأرقام أنا اشتغلت في سنتين مضت حول تقرير يعني أكثر من 500 ألف حالة إجرام في المغرب وعندما نستمع إلى 500 ألف حالة إجرام لأن يعني بها دائما هناك قتل فهناك حادث يعني مثل الناشل والسارقة أو الغريساج كما يسمى في الدارجة اليومية هناك خطف وهناك إلى غير ذلك بعض المناوشات إلى غير ذلك والتعنيف إلى غير ذلك رقم 500 ألف أو إذا تحدثنا باللغة التي تحدث عنها تقرير مؤخرا أو بلاغ مديرية الأمن 200 أو 300 ألف حالة فهو في المغرب مقرق لأنه يعكس فعلا حجم الظاهرة منتشرة في المغرب تقريبا في جميع مدن المغرب وخصوصا المدن الكبرى والمدن السياحية وأن هذه الظاهرة مع كل أسف تنتعش في فصل الصيف لماذا يعني كما قلت أن هناك تنتعش هذه الظاهرة في المدن الكبرى في المناطق السياحية وفي هذه الظرفية وكما تعلمين وكما يعلم الجميع أن في محلة الصيف هي محلة حركية الناس والتجمعات وهناك انتقال من مدن إلى مدن للإستياف وهناك أيضا زيارات وإلى غير ذلك فبالتالي هناك مجال للوجود لانتعاش الإجرام في هذه المناطق مع كثرة الناس وترددهم على بعض المناطق مثلا تحدثنا عن منطقة الرباط أو منطقة طنجة أو تطوان أو أقادير خاصة أيضا عندما تكون هناك بعض المهرجانات الفنية التي تنتشر في المدن فبالتالي المجرمون يجدون هذه الحالات وهذه الأوضاع مناسبة لكي يقوموا بعمليتهم أيضا لا ننسى أن هناك بحث عن الاغتناء وعن المال في هذه اللحظة لأنها مرحلة الصيف كما نعرف كل منها وكل شخصين يرغبوا في الاستياف والاستمتاع وبالتالي بحث عن المال بأي طريقة وبأي وسيلة كيفما كانت وأذكر لك سيدتي الكريمة وأيضا مع المشاهدين أن من خلال جلوسي مع بعض المشرفين أو بعض الحراس في السجن ذكروا لي أن بعض السجناء أو بعض المجرمين أصبحوا يقومون بعملية إجرامية في أثناء الصيف لتحقوا بالسجن لمدة ستة أشهر ولكي يعودوا في فصل الصيف بمعنى آخر هناك أصبح المجرمين استراتيجية التعامل مع السجن لم يعد السجن هو ذلك المجال المخيف للناس وهو حرما من الحرية وهو مجال أيضا فقدان مجموعة من الحقوق بل أصبح مجالا للاختباء وبالتالي هذه القدير وهنا نطح إشكالية لماذا الذين يدخلون للسجن يعودون إلى الإجرام وما يسمى بالعود لم يبقى مسألة ضجرية بنسبة لها صحيح لذلك هناك حديث أن نطور آلياتنا في عملية التوجير والمواكبة لهؤلاء المجرمين أيضا عندما نتحدث سيدة الكريمة عن الإجرام لا يجب أن نغفل عن أشياء مهمة جدا عن شروط موضوعية لهذا الإجرام مع كل أسف الوضعية التنموية في المغرب يعني هي جد هشة في بعض الحالات في بعض المناطق وفي بعض الفئات فعندما نتحدث أن المدرسة المغربية عموما أن تحدث المدرسة الجامعة تلفظ أكثر من 300 ألف طفل وشاب في السنة يعني آخر 300 ألف يندلقون أو يصبحون في الشارع بدون تعليم بدون تأهيل مهاني معين ويجد أنفسهم أمام الهضر المدرسي نعم الهضر المدرسي وهو من الأسباب المغدية لهذا الإجرام تصور مع شاب لم يدرس جيدا وليست له مهنة معينة وليس له أسرة متماسكة وقوية ويجد نفسه وحيدا فبالتالي يبدأ في البحثة وله مطالب وفي سن مطالب وفي سن أيضا يحتاج إلى مجموعة من الرغبات فكيف وليس له توجيه لا ديني ولا طلبوي ولا قيامي ولا ينخلط في ما يسمى الآن شبكات الدعوية والمجتمع المدني ولا حتى الحزاب والنقابات وبالتالي وبدون تأهيل لا من الأسرة لا من المدرسة لا من المجتمع لا من الشارع فنجده كأن نخلق مجرمين يعني ينتعيشون وبالتالي يبدأون في عمليات اختراع مجموعة من الآليات الدكية والمتطورة من أجل الوصول إلى ما يشغل يعني هنا يجعلنا نتحدث عن أثريب جديدة للإجرام نعم لاحظنا الآن لأنه لم يعد يقتطر على فقط رفع السلاح الأبيض بل الانتجاه حتى على مستوى مثلا الحيوانات المدربة من أجل مثلا القيام بهذه الأفعال الإجرامية هو صحيح هذه الآلية يعني تطورات هناك وسائل أخرى كما قلت كما ذكرت وكما يعرف الجميع يعني وسائل مثل أساليب هناك أساليب فيها مكر وخداع وهناك إغراء للبعض الناس من أجل استمالتهم لكن أفضح ما أترى المجتمع المغربي في السنتين أو في الثلاث سنوات الأخيرة وهذه السنة هو حملة ما يسمى بتشامين نعم وهي الحملة التي بدأ لبعض هؤلاء المجرمين على أي حان والذين عمارهم لا تتطرح ما بين تستاش إلى ثلاثين سنة يعني أنهم في مقتبل عمر وشاب وشباب ويحملون سيوف كبيرة جدا ومعني مرعبة ويقومون بهذه العملية نعم وكما نذكر أنه في السنة الماضية أو السنة ما قبل الماضية عفوان يعني في سنة 2014 كان قد تدخل الملك بجلالة الملك لكي يعلن ويأمر الوزير الداخلية من أجل إيقاف هذه الضائرة يعني أن الناس ستفعل وهذه الضائرة يعني كانت أفضح ما عرفه المجتمع المغربي وهذا يؤشر على أن حاجز الخوف وأيضاً انحلال القيم المجتمعية المؤثرة للمجتمع بدأت تتلاشى وتتهلهل بحيث أننا أصبحنا نلاحظ مظاهر فاضعة وهنا تتقع مجموعة من الجلائم القتل سمعنا عن جريمة القتل التي رقعت بعدها مباشرة بعد رمضان في الأيام الأولى أو الثانية في رمضان في مكناس وعيرها في مجموعة من المدن يعني جرائم قتل القتل بي وكأنه حالة وكأنه يعني يقتل دبابة أو شيء من هذا القبيل لم يعد ذلك الحدث يعني فيه خوف وفيه رهب وإرهاب وفيه نوع من الصدمة هذا الشاب فقد كل شيء بدأ يفكر بصوت يعني صوت الغريزة بعض الأحيان صوت الذي يعني يدفعوا الانتقام بدون أي ترابط والملاحظ أيضا حتى الكمية العنف الممارس من طرف مثلا المهاجمين للضحايا يعني قبل أن حتى أنه يخذ له مثلا فقطابل دياله أو الحقيبة دياله يقوم بالضرب قبل يعني هذا المسألة دي الارتفاع من سوب العنف لأنه كما قلت فقد الخوف لم يعد هناك خوف من السلطة السلطة المخزن الشرطة فقدت تلك الهالة وأصبحنا أمام شاب متمرد لا يقيم أي اعتبار لا للقانون لا للسلطة لا للمجتمع لا للعائلة لا أي شيء وكأننا أماما إنسان مفترس متوحش يبدأ فيما مادة كان هذه السيوف تستعمل أنا السواطير ليست وليدة اليوم لكنها كانت بحجم أقل كما أدكر وكانت تستعمل للتهديد فقط يهددون بها الضحية وخصوصا الضحايا تقع من خلال النساء والفتيات ولكن لا يتم الدرب والهجوم على الضحية اليوم أصبحنا نراحض هناك نقلاف في هذا العمل بدأنا نراحض أن هناك تهديد في أول أمر بعد التهديد يسلم الضحية كل ما لديه ويتم الاعتداء عليه مرة أخرى بهذه السواطير وحتى ببعض الأحيان بوحشية وكأني مع كل أسف أقول هذا الكلام أنه كأن هؤلاء متعطشون للعنف ومتعطشون للدماء ولماذا؟ لأنهم محتقنون الشماعيا فيعيشون حالة الوصم كما نسميه في سوسيولوجيا الوصم أي النبض المشتمعي وبالتالي هم يفرعون هذه الأشياء رضوض فعلهم هي تكون عنفا قويا وهمجيا مع كل أسف وهذه صراحة غريبة على قيم المجتمع المغربي وعلى ثقافة المجتمع المغربي وعلى بنيتنا الإسلامية والدينية وثقافتنا مع كل أسف نعم ولن نسألنا أن كل الممارسين لإجرام هذا في الغالب يعني ونقلوا بالدريجة يكونوا مقرق بهم يعني في الغالب في فعلا نعم سلي ممكن يصدر عليهم هذه المسألة بشكل طبيعي نعم صحيح لأن في هذه الحالة هذه يزداد واحد العامل آخر الذي هو المخدر يفقد أي عقل الذي سوف يرجع به ويبدأ فيها هذه العملية صحيح لن نسألنا هناك ذكرتني بهذه العملية وأن عدد المهلوسات أو تدخل إلى المغرب نازل تدخل إلى المغرب بطريقة غير شرعية مع كل أسف من بعض المناطق الحدودية وتجد طريقها لهؤلاء الناس الذين هم يعيشون هاشاشة الشماعية وهاشاشة تنموية وهاشاشة دينية وقيمية وأخلاقية ويزدادوا مع هذا المخدر لكي يخلق لنا إنسانا في هذه الحالة الذي يقوم بهذه الحالة الإجرامية المتوحشة مع كل أسف أستاذ رشيد جرمون كيف ترون التفاعل للناس عن المستوى الصفحات الشماعية البعض يقول بأنه أمر مبالغ فيه في حقا أنا لا أعتقد بأنهم مبالغ فيه بشكل كبير جدا على اعتباء أن هذه الحملات وأنا أشكر الذين قاموا بهذه الحملات المهمة جدا في الفضاء الأزرق وأصبحنا نتحدث عن حزب قائم الدات غير منظم بطبيعة الحالة ولكنه يقوم بأدوار مهمة جدا كما لاحبنا أولا أثر رأي العام تفاعلت معهم مجموعة من الفئات المجتمعية بشرائحها المتعددة يعني ليست لدي إحصاءات نتحدث ولكن عموما عندما تفتح الفضاء الأزرق وتلاحظ أن هناك مجموعة من الناس كثرة من الناس يشاركون في هذه العملية ويطالبون بمطالب حقيقة هي في صلب الموضوع واستعملوا أيضا بعض الصور والفيديوهات لكي يحسس رأي العام ليس رأي العام ولكن أيضا معه الدولة وهو عندما تحدث عن الدولة عن الأجهزة الأمنية ومديرة الأمن الوطني الشرطة والمسؤولين كل ما يضع في فلك الدولة باعتبارها هي الأول وتمن الأول على سلامة المواطنين وعلى حرية المواطنين وعلى تنقلهم وعلى أمنهم فبالتالي هذه الحملة هي مهمة جدا وهي أتت أكلها وأصبح الحديث العام تقريبا في الأسبوع الماضي هو هذا يعني إذا تجولت وإذا صادفت أحدا إلا ويتحدث عن هذا الضعر فيها بعض المبالغات صحيح لأنها قد الإنسان الذي لا يسكن المغرب قد يعتقد بأن المغرب يعيش في اللا أمن وفي انفلات الأمن هو أنا أعتقد بأن هنا الخطوة أنه هناك إشكال أمني هناك معطيات مقرقة كما تحدثنا قبل قليل لكن لا تعكسوا أن المغرب منفلية أمنية المغرب عموما وضعه الأمني يعني مستتب لكن هذه الحالات التي استهروا في بعض الحالات في بعض الأوقات هي التي تحدث كما تحدثنا في فصل الصيف وفي بعض المناسبات وأيضا في مناسبات أيضا بعض الأعياد يعني الدينية وغيرها التي يكتوب في هذه العملية الإجرام بهذا الشكل ولهذا أنا أشدد أنه يجب أن نكون في هذه الحملات موضوعيين نحاول أن نقدم فعلا الصورة سوداء مئة في المئة لكن نحاول أن نكون موضوعي خاصة أن البعض يعيب على أصحاب هذه الحملات أنهم استخدموا فيديوهات لا علاقة لها بالمغرب وسيدتي أتعرف أن العين التي تشغيل في الفيسبوك هي مستواها المعرفي والعلمي وإلى غذلك لا يؤهلها لكي تدقق في بعض الفيديوهات فبالتالي كل ما ينشر يعتبر أنه حقيقة وهذا هي الخطوة فبالتالي يتم التصويت عليه أو من جيم كما يقال وإنخلاط فيه وبغتشي فلهذا نحن دورنا أو دور الإحلام من أجل تصحيح بعض هذه الأمور نعم لهذه الخطوة لكن مع بعض الترشيد كما نقول ترشيد هذا المسترح الترشيد يجب أن يدخله في الحملات الفيسبوكية ليس في هذه الضائرة التي نتحدث عنها ولكن في جميع الضائر حتى نؤدي وتحتى تؤتي هذه الحملات أكلها ولا شك أنها أتس أكلها يعني كيف تجدون أستاذ رشيد تفاعل الأجهزة الأمنية مع هذه الحملة؟ بكل صراحة أصبح الفيسبوكيون يقلقون أصحاب السلطة يعني بكافة مستوياته الفاعل الرسمي أصبح يحسبوا حساب كبير جداً لهذه الحملات ولهذا التفاعل كان مهم جداً تحدثنا عن مسألة الترشيد نعم ترشيد هذه الحملات أين هو ضور المجتمع المدني وضور الإعلام في مثل هذه الظواهر التي ينتجها المجتمع الآن مثل الجريمة مثل هضر المدراسي مثل هضر المدراسي ضياع القيم أين هو الآن المجتمع المدني وضواهر؟ يعني هو لا يمكن أن نعمم أن المجتمع المدني ليس له ضوء وهناك مجتمع مدني حي في المغرب على كل حال ويقوم بأضواره لكن مع كل أسف بعض الظواهر اليوم أصبحت تنفلت بهذا المجتمع المدني الأجندات المجتمع المدني طريقة الشغل المجتمع المدني هي نوعاً ما لا تتفاعل ولا تتواكب مع سرعة هذه الظواهر ولهذا هي تحتاج إلى تنظيم وإلى اللقاءات وإلى غير ذلك ولكي تقرر ولكي تأخذ القرار معين وبلاغ معين مثلاً في ظاهرة الإجراء مثلاً بلاغ من طرف جمعية أو من طرف نقابة أو من طرف حزب قد يأخذ وقتاً لأن اجتماع الهيئات والتحسيس والتوعية إلى هذا الفضاء الأزرق والمفيسبوكيون أصبحوا يتفاعلون بسرعة رهيبة جداً بحيث أنهم بكل حضاء يضاهيون وهذه الظاهرة يستهدرون في المغرب حتى لأنها متواجدة في مجموعة من الدول التي تشابههم مع المغرب أو التي أحسن من المغرب أو بالتالي فهي ظاهرة عالمية فعلاً المجتمع المدني أصبح يتابع يأتي في مرحلة تانية بعدها أولئي الفيسبوكيين هناك المجتمع المدني مشغول بأجندته الخاصة بحساباتي الخاصة لا تهم بعض الظاهرة مثل هذه قد يتفاعل إذا كان هناك مثلاً اختصاب فتاة معينة وقد لا يتفاعل إذا كان هناك 500 ألف حالة جريمة فهناك هذا المجتمع المدني له بعض الأجندات التي لا تتمشى وبتالي لا ينخرج وهناك مجتمع مدني مضيق عليه بعض الأحيان لا يتفاعل لا يقوم به ولهذا أنا أدعو أنه في المجتمع في المغرب مع التحولات التي نعيشها أن يكون هناك فتح المجالات لمجموعة من الفعاليات لكي تقوم بأدوارها التغطيرية والتعوية وتتقيفية وأن لا نراهن فقط على المقاربة الأمنية في هذه الدواهر لأن المقاربة الأمنية دائما تبقى محدودة والمقاربة القانونية أيضا تبقى محدودة نراهن على تغيير السلوك وتغيير المواقف وتغيير التجاهات وهذا لينتأتى إلا بالاحتضان الحقيقي لهؤلاء وبفتح مجالات المجتمع المدني على لأنه مجزء منا بالضبط نعم وإنتاج المجتمع يعني هم أبناؤنا وهم أبناء المجتمع وكما قلت لك أن هذا المناعة المجتمعية التي كانت تتوفر على المغرب بما سبق بدأت مع هذه التحولات الكبرى تترهل وتفقد بعض القيم وبالتالي نحتاج أن المجتمع المدني يقوم بالضور في هذا المغرب وتحدثت عن الإعلام سيدتي كريمة فعلا الإعلام له ضور قوي جدا يعني في إطار لأنه أصبح ليس السلطة رابعة كما يقال أصبح السلطة الأولى السلطة الأولى والأولى والأولى هو الذي يؤثر فينا الإعلام هو الذي يمكن أن يؤثر لنا في سلوك الناس بحيث أنه يعني يقدم لهم تحليل هذه الأوضاع وفهمها وأيضا الشراح الحلول من أجل تجاوز هذه الضغيرة مع الصناع القرار ومع الأحزاب السياسية ومع النقابات ومع أطراف المجتمع المدني كما أنه ممكن هو من يعني أصر حتى كانت هذه النسوبة للجريمة قد ترتفع يعني الإعلام بسبل الإعلام وأيضا ممكن يكون مشارك في مسألة ترتفع درجة الجريمة يعني مشاهدة الأفلام ذات الطبع العليف إلى حد ما لأنه هناك هذه القضية فيها جدل ليست هناك علاقة سببية مباشرة بين يعني أن الإعلام يظهر بعض الجرائم أو بما يسمى كان هناك برامج معينة تقام في بعض القنوات لن تقول اسمها يعني تحدث عن أنهم يدربون المجرمين على أهلياته إذن ليست هناك علاقة سببية في هذا الموضوع لكن أنا أعتقد بأن الإعلام يبقى دائما ضوره هو الترشيد والتوجيه وتتقيف المجتمع والرقيب المجتمع والتحسيس وهذا يعني أعتقد هو الجانب الأهم في هذا العمل نعم دكتور راشد جرموني واستدعي المجتمع بجامعات المولى إسماعيل وكذا عضو مجموعة الأبحاث والدراسات والاستراتيجية بجامعة محمد الخامس نشكرك على حضورك معنا في بلاتو حديث الساعة ومناقشتك لنا لهذا الموضوع الذي نتمنى فعلا أن يذهب بظلاله عننا وفعلا يكون هناك ترشيد من طرف المجتمع المدني وكذا دور إعلام مشاركة حتى السلطات الأمنية وكذا السياسية من أجل القضاء على هذه الظواهر التي لا نريد أن تكون لبلدنا الحبيب وأقول لمشاهدنا الكرام إلى حلقة أخرى ومواضيع أخرى ترجمة نانسي قنقر